يا سعيدني أن يكون معايا ضيفي الكريم في هذه التغطية الأستاذ عادل الصنهوري رئيس التحرير التنفيذي ليه اليوم السابع أهلا بك يا سيد زعلي أهلا بك يا زحمد و سعيدنا نكون معاك سيد عادل المشهد ربما هو مشهد مستجد على أو مستجد في تاريخ السياسة المصرية والاستحقاقات الدستورية المصرية نتكلم في 45 مليون في يوم ونص ولو هنتكلم على الاستحقاق الدستوري السابق 2018 كان إجمالي من قدل بصوته واحد ما وصلناش 41 في المية حتى 40 في المية صحيح هو 40 ونص في المية إيه الفارق؟ هو ربما دعني الأول يعني أشكرك على الاستضافة وبقى سعيد أكون معاك بس خلنا نقول هو ربما يكون مشهد جديد بالنسبة لي عملية الإدلاع بالتصويت ولكنه ليس بجديد على الشعب المصري صحيح يعني اللي كان بيراهن على أنه الشعب المصري مش ينزل بالكسافة وأنه مش هيكون التوابير اللي احنا كنا شاهدناها قبل كده أنه للأسف ما كانش يعرف أو يقرأ جيدا عن الشعب المصري وعن تاريخه وعن حضارته العريقة وعن زي أنت ما ذكرت عن جيناته الموروثة لأنه هذا الشعب يحمل فوق أكتافه تاريخ وحضارة وعلم وحاجات كتيرة جدا هو ده المختلف عن الشعب المصري اللي احنا شعب صاحب حضارة وتاريخ بالتأكيد يعني فبالتالي اللي يعرف الشعب المصري جيدا يعرف أنه كان هذا المشهد سوف يحدث وأعتقد أنه بتوقعاتي أنه ربما تزيد هذه النسبة مع نهاية هذا اليوم لكن معايا في الصباح اللي استوزحنا بالخطيب الكاتب الصحفي والمحل السياسي استوزحنا التوقع اللي هي تبقى 70% أنا أتوقعاتي من 60% ل65% أنا أتوقع بإذن الله تعالى أنه تكون انتخابات غير مسبوقة نسبة قياسية لم تتحقق فيه ليس في مصر فقط ربما يكون فيه دول كثيرة جدا وده له دلالاته الكثيرة يعني أنه هذا الشعب بمعدنه الأصير بإنسهاره الدائم مع وعشكه لهذا الوطن أنه هو شعب يستطيع وبيعي فطري بامتياز أنه يفرق بين نداء الوطن في لحظة تاريخية معينة وبين مشاكله الشخصية ومعاناته والأخر أنه هو بيدوس على كل ده ويرتقي إلى مصلحة الوطن يعني ده برغم التفاوت في الثقافات والتفاوت في درجة التعليم ما بين فئات الشعب المصري ولكن في اللحظات معينة لا تستطيع أن تفرق ما بين متعلم وغير متعلم من هذا الشعب الكل بيتلون بلون العلم في هذه اللحظة هذا الشعب يعني لو حللنا للمشهد أنه أدرك أنه مصر بالفعل في حاجة له في هذه اللحظة في لحظة تهديد وجوده لحظة فارقة في لحظة مصير فاعتبر أنه خروجه وخروجه إلى سرديق الانتخابات في هذا الإطار السياسي هو تفويد جديد للوطن لمصر وقياداتها للمضي في طريقها والمضي في سياساتها والمضي في دورها الرائد سواء في الداخل أو في الخارج فأعتقد أنه كان ده تصويت على مستقبل الوطن تصويت على إنجازاته تصويت على مسيرة البناء ومسيرة التنمية الشاملة وتصويت أيضا على القيادة الجديدة أعتقد أنه يعني كما وصفت النهاردة في مقال أنه ده تصويت شعبي قبل أن يكون إجلاب الصوت في السنديق الانتخابات المثال هنا شرعية شعبية للقيادة الجديدة وهذه شرعية كاسحة لأنه نسبة هذا التصويت في ظل هذه الظروف وفي ظل ما تعرض له الشعب المصري من ضغطات ومن يعني دعاية كاذبة ومن شائعات ما لا تحمله بشراته فيش دولة في العالم تعرضت للاتعرضت لمصر وسواء كان شائعات وحروف شائعات سواء كانت تحديات سواء كان مخاطر سواء كانت ما فيش دولة كده في العالم لو نظرنا حدودها مضطربة بهذا الشكل بالتأكيد يعني أنت بتعيش في طوق من النار جنوبا وغربا وشرقا وفي عمق الجنوب كل هذه التحديات مسألة كمان أنت طوال الوقت بتهاجم بشراسة في محاولة لتزييف وعي المصريين واستلاب واستلاب وعيهم ودركهم بمسألة محاولة تمصير المشاكل الدولية وكأنها تحدث فقط في مصر أزمات اقتصادية في العالم كله وكأنها تحدث في مصر كان المشاكل لا تخرج إلا من مصر واحد كورونا وكأنها تحدث فيها كل شيء حاولوا يمصروا لمحاولة استلاب الوعي المصري وعي المصريين ولكن أعتقد جاه المشهد النهاردة بيكون رد قوي وصاحق لكل من حاول استلاب الوعي المصري والسيطرة عليه